أهلا بحضراتكم وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وخلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى أن تداعات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسؤولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة وفي هذا الإطار كانت توجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية تم توافق عليها إلى جانب دعم مختلف قطعات الدولة وفي سياق آخر كلف رئيس الوزراء المحافظين ببدء العمل بالمبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة من خلال القيام بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة كما وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للموطنين بهذه المدن والمناطق الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضرية بكل مدينة